مجز الحديث عشر أهلا بكم نتائج زيارة البابا فرانسيس إلى العراق طلع عليها رئيس الجمهورية العماد ميشيل عون من السفير الباباوي في لبنان المنسانيار جوزيف ساباتيري الذي زاره في بعبدة بالإضافة إلى بحث إعلان البابا فرانسيس أن رحلته المقبلة ستكون إلى لبنان احتجاجات جديدة في الشارع اليوم حيث تجمع عدد من سائق السيارات العمومية أمام مجمع الأبسيف دبي وقطعوا الأوتوستراد بالاتجاهين وقد عاد السير إلى طبيعته وتحسنه التدريجي بعد انتهاء التجمع اقترح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين على نظيره الأمريكي جو بايدن جاء محادثات ثنائية على الهواء مباشرة مشددا على ضرورة الاحتفاظ بالعلاقات بين روسيا والولايات المتحدة وقال بوتين في حديث لقناة روسيا 24 في المرأة السابقة كان رئيس بايدن من تقدم ميب مبادرة لإجراء مكالمة هاتفية وأود أن أقترح على الرئيس بايدن مواصلة مناقشاتنا لكن شرط أن نقوم بذلك عمليا على الهواء مباشرة من دون أي مماطلات وإنما في محادثة صريحة ومباشرة ولفت بوتين إلى أن ذلك سيكون في مصلحة كل من شعبي روسيا والولايات المتحدة وكذلك الكثير من الدول الأخرى أعلن المتحدث بإثم منظمة الطاقة الذرية الإيرانية أن المنظمة ستجر ابتداء من الأحد المقبل اختبارا لمفاعل أعيد تصميمه تمهيدا لتشغيله خلال العام لافتا إلى أن الأمريكيين سيخسرون إذا تأخروا في العودة إلى الاتفاق النووي موجز الحديث عشا انتهى عودة إلى متابعة يوم جديد مع الزميلة سحر زغيب